موسيقى 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 فكرة الموضوع دي جاتلي من وانا في الاعدادي تمام كنت انا قدمت في المسابقة من الخانات بتاعها ان هي مثلا اول هم حوالي اربع خانات منها اول خانة تدور المخلفات والاستفادة منها تاني حاجة تقل الكهربائية ايام ما كانت الكهرباء بتقطع وكده تمام من حوالي اربع والخمس سنين تالت خانة منها الاكتشاف الامراض المبكرة ومالة تغلبها على الجسم فانا حضرتك قاعد اتفكر بما ان انا مخ كويس في الموضوع مدرسة كلها كانت عارفة في الاعدادي جابوني طبعا وشوف انت المنشور بتاع المسابقة تمام واخترت انا اكتشاف الامراض المبكرة تمام وكان في دماغي بقى موضوع الفكرة اصلا جاتلي ازاي جاتلي عن طريق كان زمان في الملاهي وكده كان في لعبة للثبات الامفعالي وكده عبارة عن طوق مدور كده بنحاول نمرره عبارة عن حديدة كده تمام بنحاول نمررها بحيث ان الطوق ما يلمسي الحديدة تمام ده طبعا يكون فيه ثبات انفعالي كويس جدا تمام فانا اشتغلت على الموضوع دوت وعكستها خليت انا الموضوع الحديدة دوت في ايدي انا تمام والطوق وزودت انا عملت عن طريق دايرة كهربائية بسيطة كده ودايرة كهربائية وطاقة مغناطيسية تمام بحيث ان يكون فيه تحدي ما بين الجهاز وما بين المريض او المستعمل للجهاز الموضوع مبارا عن دايرة كهربائية بسيطة جدا تمام والمصمار المصمار بنحاول نمرره في فتحات كل فتحة اديئ من التانية ممغناطين ممغناطين بحيث ان يكون فيه تحدي ما بين الجهاز وما بين المستخدم او اللي مسك المصمار نفسه تمام المصمار نفسه ده جوا دايرة كهربائية بتتحول لطاقة مغناطيسية تمام بحيث ان لو طاقة الكهربائية مرت في الجهاز تمام دا بيتحول لمغناطيس تمام بحيث ان يكون فيه تحدي ما بين اللوح الحديد او المعدني ده تمام وانت بتمرر في الفتحات دي تمام بناءا على ايه بنحاول نقيم ان اللي بيستخدم الجهاز ده عنده شهد الرعاش او عدم ثبات فعالي في ايده تمام اه ان هو بيعدي كفاية بس ان هو يعدي النص النص او الثلاث فتحات اللي هم الواسعين البصد اي حد ممكن يعديهم جدا تمام وبرده في برضه فكرة عن طريق دماغي انا برضه فكرت فيها بالنسبة للناس اللي هم بيقوا لسه عايزين ينجربه على الجهاز بكشف من خلالها الفكرة دية بكشف من خلالها ان هو يكون اه ما عندوش ثبات فعالي اصلا في ايده عن طريق ورقة بنحاول نمسكها كده هو بيمسكها تمام من طرف من طرف من طرف الورقة وبقيت الثلاث اطراف بتاعت الورقة بتلايهم بيتحرقهم تمام وهو ده الشلل الرعاش اللي في ايده تمام هو اصلا الجهاز اه مفهومه اصلا ان هو بيحاول يكشف الشلل الرعاش عند الناس كبار السن وعند الناس الاعادية طبعا لان برضو كل الناس او الانسان عامتا بيكون عندو اه حركات في ايده لا ايرادية طبيعية مفهاش اي حاجة عملت اكتر من فتحة بحيث انه يكون في تحدي تمام ووصلته بالدارة الكهربائية بحيث انه يكون اه لو فشل في انه هو يعدي مرحلة ما من الست مراحل دولت بي اه لو هو لمس لو المغناطيس لمس اللوح اللوح الصاج او المعدن ده السلينة دي بيترن او الانظار ده بيرن خلت انا المسابقة اللي هي بتاعت اه اللي كان جاي لها الممشور بتاع اه مدرستي تمام المسابقة دية كان اسمها المخترع الصغير تمام طلعت المركز التاني على مستوى الادارة ادارة شرук الطلعت التاني على مستوى الادارة وتكرمت من دكتور هنيم جاهد مدير ادارة شرق المحلة ده كان معرض تمهيدي للمعرض الكبير اللي هو على مستوى الجمهورية اللي كان فيه السفير الامريكي طبعا والشخصيات الكبيرة ورجال الاعمال والناس اللي جاتت فرجت عليها كان حوالي خمسة واربعين مشروع متقدمين نقوم منهم بخمسة وتلوع على مستوى الغربية تلوع على مستوى الغربية طبعا كل المحافظات بتطلع بتصفي مثلا حوالي مثلا خمسة زيهم برضو ويتلعهم على مستوى الجمهورية والله حضرتك هو بالنسبة لموضوع الاختراع ما لقاش علاقة تماما من موضوع التعليم تمام انا نفسي انا عن نفسي يعني مش بالقدر الكافي ان انا اكون شاطر في الدراسة او كده تمام هو من زمنه بعاني من الموضوع ده تمام فهو يمكن يقول ربنا واخد مني حاجة ومديني حاجة تانية دي موهبة من عند ربنا تمام بس فهو انا كل مشكلتي ان انا استغليت من موضوع اللي انا بحبه تمام بما ان انا كنت بحب الكهرباء وبلعب بالكهرباء وكده ومن زمنه انا اصلا بعمل تجارب العلوم اللي موجودة في الابتدائي وكده فهو اصلا من زمنه وانا معروف عني في المدارس اي مدرسة خشها بداية او اعدادي او سنوي ان انا مخترع ومخي كويس وان شاء الله ده تاني تطوير ليه اول تطوير ليه كان اللي هو على مستوى الادارة ده تاني تطوير بالشكل النهائي اللي هو كان على مستوى الجمهورية تمام اللي انا اتكرمت منه من السفير الامريكي ان شاء الله فيه تطوير ليه باذن الله هيكون يقيس الشدر عاش بدقة تمام ويكون يعني بشكل احسن من ده طبعا لانه طبعا ما حدش بيطلع السلة مرة واحدة 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 لازم اكيد تمام كان الاول بسيط جدا وجهاز بسيط خلال الفترة التاني الجاية ان شاء الله اه هتطوره وفيه ان شاء الله مشروع في دماغي تاني اه يعني فيه مشروع تاني في دماغي هتطوره هشتغل عليه تمام وهكشف عنه ان شاء الله